أهلا بك سيدي إذن كأول سؤال هناك تخوف من عودة الصراع داخل ليبيا في ظل وجود حكومتين حكومة الباشغة وحكومة الدبيبة نعم تحية طيبة لكم وكذلك لمشاهدينكم لا أتصور أن تستدخل المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى في فراع ما بين الأقصاد المتواجدة كالسيد باشاغة وللسيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الغرقانية سواء كان من نقول استقطابات العسكرية التي أحدثت في الأيام الماضية نظرا بتولي السيد باشاغة كما قدمه البرلمان الذي يقوده السيد عقيلة صالح في المنطقة الشرقية كرئيس حكومة استقرار لا أتصور أن هذه الأقطاب أو هذه القوى العسكرية ستدخل في أي صراع أو نزام مسلح نظرا أن هؤلاء كانوا رفقاء السلاح بالأمس عندما واجهوا تنظيم الدولة في سرط آبان عملية بنيان مرصوص كذلك واجهوا مرتزقة الفاغنر وكذلك ميليشيات قليفة حفتر عندما قامت بالرجوم على العاصمة طرابلس والعديد حقيقة من العمليات العسكرية قادوا مع بعض لذلك هم يعتبروا رفقاء سلاح وأقوى في هذا الدرب فلا أتصور أنهم سيكون هناك مواجهة مسلحة بينهم والدليل على ما أقول عندما حاول سيد باشر آغا الدخول إلى العاصمة طرابس بالقوة أول أمس ولكن حقيقة لم تحدث أي مواجهة ولا حتى إطلاق رصصة واحدة من قبل القوتين على العكس كان هناك نقول تفاهم كبير جدا وخاصة من القوة التابعة لباشر آغا التي حاولت اقتحام العاصمة كانت هناك تفاهمات بينهم وبين القوة الموجودة في العاصمة طرابلس والتي هي تفعى إلى تحقيق ضمان الوصول إلى انتخابات برلمانية كما ينادي الشارع لأنه طبعا كما أشرنا سابقا ونزيد ونمؤكد أن أصبح للشارع الآن صوت حاد وعالي جدا لشأن المطالبة بالذهاب إلى انتخابات برلمانية وانتهاء الأجسام الموجودة الآن سواء كان مجلس النواب أو مجلس أعلب للدولة الموجود في العاصمة تفاديا كذلك سيدي بخصوص عدم العودة إلى وقف إطلاق النار هل ترى أن أحدهما سيتم يتنازل عن الحكومة تفاديا لأي انزلاق أمني قادما أتصور منتر وضوح السيد بشاغة سيتنازل النظر أنه حاول آخر محاولاته من خبال إرهاب العسكري أو من استخدام القوة العسكرية ويظهر قوة العسكرية ولكن حقيقة من مواجهة التي كانت أمامها والقوة التي كانت أمامها لا قبل له بها وهذه القوة ليست مدعومة فقط من سيد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية ولكن مدعومة من الشارع هي تحقق مطلب الشارع ألا وهو الذهاب إلى انتخابات برلمانية كذلك مطلب مجلس الدولة بعد أن عدل مصاره واستمع وأصغى إلى مطلب الشارع وهو الذهاب إلى انتخابات الأصوات سيدة الكريمة تعالت أيضا في المنطقة الشرقية في المدينة البيضة في مدينة الجبة التي تعتبر مدينة عقيلة صالح في مدينة طبرقة التي تحوي البرلمان أصوات تعالت هناك بالذهاب لإنهاء هذه الأجسام والذهاب إلى الانتخابات فلذلك السيد باشا آغا قدم آخر أوراقه وهي محاولة إظهار قوة العسكرية ولكن حقيقة المشهر كان صعب عليه وعلى القوة التي لديه وكما أشرت هؤلاء رفقات إلاح لن يقفوا هجوب بعض ويكون هناك مواجهة دموية نعم فقط سيدي أنت قلت أنه هذه المعطيات الحالية نعم بالحديث عن هذه المعطيات الحالية هل تتوقع أنها ستلغي أو تعرقل مسار الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ليبيا وذلك من أجل إعادة ليبيا البلاد إلى السكة الصحيحة السيد عبد الحميد بيبيا متمسك بالذهاب إلى الانتخابات البرلمانية ثم الستاعة الدستور السيد باشا آغا متمسك بالانتخابات الرئاسية أولا ثم الانتخابات البرلمانية ثم الستاعة الدستور في اختلاف حقيقة في الوجهتين لكل السيدين سواء سيد عبد الحميد أو سيد باشا آغا ولكن هناك مطلب الشارع أنا أتحدث عن مطلب الشارع الذي بدأ الآن يتظاهر أمام المحكمة الدستورية ومحاولة تفعيل الدائرة الدستورية كذلك أمام الأمم المتحدة وأمام مجلس أعلى الدولة في الميادين أصبحت الآن الأصوات تتعالى والاحتجاجات تتعالى كل يوم جمعة ويوم بعد يوم في الشارع وعلى وسائل الإعلام للمطالبة إلى الذهاب إلى انتخابات برلمانية لإنهاء تواجه هذه الإجسام فأتصور الكفة الراجحة والتي تتعالى هي الذهاب إلى انتخابات برلمانية ثم الاستفتاع الدستور ثم الانتخابات الرئيسية بعد أن يوضع دستور يحدد ملامح رئيس الدولة والعلاقة الرابطة بينه وبين الشعب وما بينه وبين الأجسام الجسم التشريعي حتى لا يترك الحمد على الغارب لرئيس الدولة ويفتمر في المشهر السيد عبد الكافي عادل المستشار العسكري والاستراتيجي للقائد الأعلى سابقا نشكرك جزيلا الشكر على كل هذه التحليلات والإضاحات